على مرحبا بكم ناس الجياسكا حمدي وقنينة داروا ندوة صحفية قبل المباراة الغد ان شاء الله ضد الويداد الرياضي بالمغرب هذا ما جاء فيها قبل ذلك دلونا لايك الفيديو اابوني في القناة وتركونا تعليق اولا حمدي قال انها مباراة رأيها بين فريقين عظيمين حمدي استعددنا جيدا لهذه المواجهة ضد الويداد حمدي معرض الويداد يثير الاعجاب لكنه لا يثير اعجابنا وشبيبة القبائل بها ايضا صالة كبيرة جدا وقيمة ما فهمش على هضر الهضرة هذه المهم حمدي شبيبة قبائل عملاق في افريقيا من حيث سجله الحافل وتاريخي في المنافسة القارية حمدي لدينا احترام كبير للويداد الذي له الكثير من جازات على الساحة القارية لكننا لا نخشى ذلك نحن شبيبة القبائل هذه هضراء عجبتني من ميلود حمدي حمدي ايضا تكلم هذه المباراة هي احتفال بكرة القدم الافريقية واتمنى جودة عالية من اللعب لهذا اللقاء الجميل نتمنى ذلك يا سي حمدي حمدي مباراة كهذه تجعل اللاعبين اقوية يعني تقوي اوصارهم كتعبيره حمدي فخور جدا بلاعبي فريقي الذين سادقوا ببراعتهم ونالوا تذكيرة التأهل الى الربع النهائي حمدي سنفعله وننتزع المركز الاول عند الجنينة ستكون مباراة رائعة نبدأ اللاعب النظيف جنينة تأهلون تأهلون ليس صدفة لقد تغلبنا على ثلاث فيرخ كبيرة من القارة جنينة واسكر توركيا كان مقدمة لعودة الهدوء والنتائج الجيدة قدم اللاعبون والجهاز الفني الكثير من التضحيات لتقريم شبيبة القبائل وفي الاخير قلنا نريد المركز الاول وسنبدو القصارى جهدنا لانتزائه هذا كل ما قاله حمدي وقلنا في الندوة الصحفية بالمغرب لكم التعليق دلونا لايك الفيديو وابوني في القناة وما فيديو جديد واخبار جديدة سلام خوتي